صفقة طباعة الكتب الدراسية العراقية في الخارج عادت إلى الواجهة من جديد مع قرب بدء الموسم الدراسي هذا العام وهذه المرة كان الحديث عن الصفقة التي تمت بين جهات حكومية في بغداد وبيروت والتي وصفت بالغامضة ولسيما بعد الاتفاق على تزويد لبنان بزيت الوقود من قبل العراق وللعام الثاني على التوالي مصادر مطلعة في بغداد وبيروت أكدت انطواء هذه الصفقة على شبهات فساد كبيرة لسيما بعد ذهبها إلى رجل أعمان لبنانية متورط بملفات فساد وله ارتباطات بميليشيات في كل من العراق ولبنان مصادر حكومية في العراق قالت أن التوجه نحو طباعة الكتب المدرسية للعراق سيكون بأكثر من 200 مليون دولار لدى لبنان على أن يسدد هذا المبلغ من الضيون المترتبة على لبنان نتيجة تزويده بزيت الوقود من العراق منذ سنتين والذي لم يسدد أي جزء من ثمنه حتى الآن المصادر ذاتها أكدت أن قضية طباعة الكتب في لبنان مقابل أموال الوقود فكرة مدعومة من قبل حكومة الكاظمي على الرغم من أن العراق يمتلك مطابع حكومية لجنة النزاهة البرلمانية بيّنت أن جهات حكومية في العراق متورطة بالكثير من قضايا الفساد ومنها طباعة الكتب المدرسية خبراء ومراقبون أكدوا بدورهم عدم حاجة العراق أساسا إلى طباعة الكتب في لبنان لما لها من تأثيرات اقتصادية كبيرة موضحين أن ملف طباعة المناهج الدراسية يعد من الملفات الخطيرة والتي دائما ما تختلط بشبهات فساد تم الكشف عن بعضها بشكل رسمي من الجهات المتخصصة ومع كل عام يثار الجدل حول ملف طباعة الكتب المدرسية العراقية في الخارج والأسيما مع التأكيدات الرسمية عن بلوغ كلفة طباعتها ما يقرب من 160 مليون دولار تحال بعدها لمطابع أجنبية وبأسعار مرتفعة جدا من دون أي رقابة أو متابعة